بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله ده بنتعامل دلوقت مع ال-NC Code فبنجد أنه عندنا فيه ال-Optimization لل-Feed Rate فبيقول Increase feed when load below of target horsepower عشان ما يبقاش فيه طاقة مستهلكة زائدة فبقدر أعمل optimization لعملية ال-Feed Rate من هنا وهكذا طيب تعالى نشوف ايه ثاني اللي نقدر نعمله بيقول ايه Display NC Code in the result window او يعني انا اذا اقدر اشوف هنا دلوقتي ال-NC Code في result window او بدأ يعمله generation automatic ادي ال-NC Code اللي انتج هذا ال-part يبا دي كل الخطوات المطلوبة لانتاج هذا ال-part تعالى نشوف ايه ثاني by the way نقدر نجيب ذا مباشرة من هنا ال-NC Code طالما عملت tool path فانا بشرة عندي ال-operation list مجرد ما اضغط هنا هيجب لي ال-NC Code طيب نيجي تاني نشوف ايه اللي هو موجود بيقول لي save the NC Code on my computer disk drive تعالى نضغط على دي ونشوف نحن نقدر ان احنا نحفظ الملف اللي هو في ال-NC Code ونقدر نفتحه على ال-NodeBad ونعمل في عمليات التعديل المختلفة زي ما انت عايز لان انت ممكن تعمل modification لأيه فقال لي save to current directory او save to other directory فانت اختار ال-directory اللي انت عايز تعمل عليها save وضفها عندك انه الفايل نام هو عمل لك ال-Exchange بتاعه ايه .text فقال بانك شباب الله كريمك ما تحاولش شغله على word file على ال-Microsoft word لا على ال-NodeBad احسن شيء وهو ده اللي بيفتحه معاك مباشرتك بعد كده بيقول لي ايه ال-selection ايه الحاجات انت عمل الفايل ده ما بيعمليش على فكرة ال-NC Code فقط ده ال-operation list اجيبها معايا ال-to list of all steps هيجي معايا كل دول افرض ان انا عايز اعمل ال-NC Program اقول لي خلاص بيخلي ال-NC Program وهشيل الباقي كله انما الفايلات كلها اللي متعلقة بعملية simulation الفيد والspeed data tool data machine configurations كل ده بالكامل هقدر ايه اعمله عملية saving في فايل موجود عندنا يبقى اذن ايه دي العملية ببساطة جدا زي ما وردتك كده save to current directory او ان انا بقوله شوف ال-directory اللي موجود عندي وبضغط اوكي هيعمل لي ايه save لكل الفايلات اللي انا قلت عليها دي بالكامل طيب واحدة يقول لي هو فين الحياة ديها دكتور operation list او او ادي ال-operation list ايه ادي ال-operation list طيب وال-tool list انا قدر نجيب لك ال-tool list اللي اتو هو رهوم لك بيغمني يبقى ايضا ال-all-setups اللي موجودة عندي بقدر ايه اعمل لها saving طيب ايه تاني اللي نقدر نشوفه من ال-NC Code اللي ايه remap tool to new tool slot تعالوا نضغط عليها ونشوف انا هنا دلوقتي دي عندي tools الكلية اللي قامت بعملية التشغيل لهذا ال-parts فييجي بيقول لي اني انا اقدر اغير او ااخد واحد من دول انقله يعني اغير ال-station اللي موجود عليها وانقلها الى مكان اخر بيقول لي او مجرد انت ما ضغطت على رقم اربعة ده مثلا ده هو بيقول لي tool number 4 هل انا من الممكن اخليه انزله خالص يبقى الجزء اللي هو tool number 4 ده اقدر اخليه ينزل تحت اللي هو ال-end mail اخليه ينزل تحت خالص هنا هو وانقله على الرقم 10 مثلا اهو هاضغط وقول له خليه ده ينزل لرقم 10 وهقول له set هينقل لي ايه tool الى رقم 10 خلاص يبقى اذا انا اقدر كمان اغير في tool طب هتقول لي هي فايدتها ايه دي ايه دي بتبقى بترجع لك في الوقت time is cost دي تكلفة يا شباب فانا اذا كان tool ده هو اقهر tool اللي هيعمل للعملية دي للنقطة دي فخلاص انا اقدر ايه اعمل ايه من نقطة ايه tool change position اقرب ايه المسافة بتاعت ايه tool change position خلاص يبقى اذا عندي كده دي اللي هي ايه tool mapping اللي بنقدر ايه نزبطها زي ما انا قلت من هنا طيب خلاص كده عملت دي يبقى خلاص شكرا كده يبقى عرفنا ال-nc code بيتعمل ازاي ايه تعالى بقى نشوف ال-operation list الله اذا كان فيه في ال-operation list كان فيه حاجة اسمها ايه تاني كان فيه عندي اللي هي details ال-details اللي كان فيها ايه tool list ايه بقى دي ال-operation list وادي ال-tool list كل ال-tool اللي انت قمت بيها في عمليات التشغيل ونوعها يعني tool name هتلاقي ايه يقول لي ادي tool name tool slot number tool number كل حاجة tool offset tool compensation ودي التول يعني بالترتيب tool name tool slot tool compensation tool offset tool material tool finish tool end وهكذا كل ال-details بتاعة tool length radius overall length and so on نيجي نشوف بعد كده يبقى دين tool list وايه ال-operation list ال-operation list دي بتوريلك العملية بالكامل ايه معنى الكلام ده يعني time اللي انت استهلكته في العملية دي كلها from A to Z بالكامل موجود هتقول لي انا خضيت 51 دقيقة و 9 سوائن يبقى اذا عندي tool list وعندي operation list كل العمليات بالكامل موجودة هنا في operation 1 فيه بيقول لي انا عملت في operation 1 pocket فده الرف بتاع ال- pocket خد وقت اديه وعندي feed والspeed موجودة وعندي tool المستعمل اللي هو كان end mail وعندي depth اللي انا اشتغلت بيه كان اديه وعندك يا سيد الفاضل بيقول لي عندك time اللي استغرقته في العملية دي اديه way power المستعملة قدي كده بيجيب لي كل العمليات وحسب لي الزمن اللي لازم لعملية التشغيل way power لذلك انا بقول لك بتقدر تعمل في الآخر بالحساب كده سريعا ما هي تكلفة انتاج part زي ده عندك ساعة التشغيل بقدي ايه وعندك زمن التشغيل اللي انت عملت بي ايه وعندك power المستهلكة خلاص ما انت عرفت ساعة التشغيل فدخلت فيها قيمة power المستهلكة وبعدين بتقدر تحسب اننا الماتيريا اللي بقى ديه وتكلفتها ديه part ده عندي ابعاده فاعرف تحسب الفوليوم بتاعه وبالتالي نقدر نحسب الوزن بتاعه وهكذا نقدر نحسب العملية تكلفتها كلها ادي ايه يبقى انا قدرت احسب تكلفتي من قبل ما ابدأ عملية ايه الانتاج اخر حاجة يبقى عندي ايه الان c بكده نكون عرضنا شرح كامل لكل المينيوز فاضل لي مينيو واحدة اللي هتكلم فيها ان شاء الله هتكلم عليها ان شاء الله اللي هي part view هنتكلم عليها في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته